اشتركوا في القناة اللي قدر بكل أسف انه يحتال على بعض المسلمين حيلة جديدة قوي بانه يخليهم يستخدموا بعض النعم ونعمة جويلة وجليلة من النعم اللي ربنا أنعم بها عليهم انهما يستخدموها في معصية ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى سمى العينين حبيبتين فقال جل وعلا كما في الحديث القدسي اللي ذروا البخاري من أخذته حبيبتيه فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة فسموهم حبيبتين لأن من خلال العينين الإنسان بيحب الدنيا وشيطان بدأ يخش من مدخل دوة بإنه يوهم بعض الشباب وبعض البنات إنه لابد أن تتمتعوا بصركم وتبصوا وتتمتعوا وربنا خلق العين ده عشان تتمتعوا بيها فبدأ بعض الشباب ينظر للنساء ويطلق بصره في الحرام ولما تسأله يقولك إن الله جميل يحب الجمال ومتع بصرك وإيش حياتك ومتع قلبك وبدأ تحت هذا الشعار بدأت ترتكب معاصي كبيرة وفواحش وكاتل العين عبارة عن مفتاح لكل اللي بيحصل في القلب أو كل الصور اللي بترسم في القلب ثم بعد ذلك تتحول كل هذه الأشياء إلى فواحش انتشرت في كثير من المجتمعات وعايز أقول لأخوي وحبيبي حاجة هي فتنة النساء فعلا فتنة لكنها فتنة لكل مفتون للإنسان اللي معندوش لا هم ولا قضية ولا شغل نفسه بطاعة ربنا ولا شغل نفسه بإيه اللي يرضى ربنا ولا في ذهنه يفكر في جنة ولا في صحبة النبي في الجنة هو الإنسان اللي مش مشغول دوت هو فعلا اللي ممكن يفئي تفتن بفتنة النساء أما الإنسان اللي مشغول بهم قضية وكل همه الكبير إن هو يفوز بجنة ربنا وبرضوان ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش وقت للكلام دوت وعايز أقول لك كلمة وأحفظها مني لو إن ربنا أعطاك قوة ألف رجل وأعطاك مال قارون وأعطاك عشر تلاف امرأة لا تشبعك كل هذه الشهوات ولكن زوجة واحدة في الحلال تكفيك بإذن الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي تعالى حكي لك قصتين حلوين قوي يوضحوا لك قدية مغبة إطلاق البصر في الحرام مشكلة كبيرة أو إن ربنا يعطيني النعمة وأنا أستخدم نفس النعمة في معصية ربنا سبحانه وتعالى ولذلك قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور قليل جدا اللي بيشكر ربنا على النعم والشكر يا جماعة ما هوش كلمة شكرا يا ربي أو أشكرك يا ربي أو الحمد لله وإنما الشكر بيكون شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح والأركان اعملوا آل داود شكرا مش تكلموا اعملوا آل داود شكرا ولذا قال صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدسه وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما يبقى أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور تعالى أحكي لك قصتين عجاب أو أوي يوضحوا لك قد إيه فعلا أن النهاردة إحنا محتاجين نصارع سهام إبليس ولذلك عنوان الحلقة صراع مع سهام إبليس قدي السهم فعلا النظرة فعلا كما قيل سهم من سهام إبليس وقدي إن إبليس بيستطد أي إنسان ضعيف الإيمان بإنه يخليه يطلق السهام ديت وينظر لفلانا وعلانا وينظر لدي ولديه ويتأثر قلبه عيازا بالله ويتحول الأمر في النهاية إلى فواحش وإلى أشياء محرمة تغضب ربنا سبحانه وتعالى بيحكي الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة الله وسع قصة رجل كان مؤذن وكان رجل مشهور جدا بالصلاح هذا رجل كان بيؤذن وكان زيما ما فيش بوكرفونات على إمام الإمام ابن الجوزي فكان رجل بيؤذن فوق سطح المسجد قعد أربعين سنة يؤذن في يوم من الأيام بيفتح عينه وبيبص على البيت اللي جنب المسجد وكان ساكن فيه فتاة نصرانية جميلة فلما رأاها فتن وقطع الأدان من نصه ونزل وراح خبط على بابها وطرق عليها ففتحت الباب قالت له عايز إيه قال لها أريدك لنفسي قالت له هذا لا يحل ليه إلا أن تترك دينك فقال أنا بريء من الإسلام وبريء مما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وقاله وسلم فقالت له طيب أكيد أنت بتقولي الكلام ده عشان تجاملني قالت له خلاص تعال أقعد معايا وكل من اللحم الخنزير فأكل قالت له تشرب الخمر فشرب وبعد كده قالت له انتظر لحد ما يجي أبويا وطلبني منه واتجوزني وعيش معايا في الحلال ولكن ما تقدرش تقعد معايا دولاتي اتفضل اقعد فوق سطح البيت لحد ما والدي يجي الرجل كان أكل لحم خنزير وشرب الخمر فمش داريان بنفسه طلع فوق السطح لم يتمالك نفسه فسقط من فوق السطح فمات فلم يستمتع بهذه المرأة ولم يبق على اسلامي ومات وبعد ان ترك دينه كله خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ربنا عافينا وعافيكو قصة تانية عجيبة جدا بيحكيها الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في احداث سنة 278 هجرية بيقوله في هذا العام مات عبد ابن عبد الرحيم قبحه الله كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة الله وسعن بيقولك الراجل دوت كان بيغزو مع المسلمين في بلاد الروم كان مجاهد في سبيل الله سنوات طويلة جدا وكان خاتم الكرآن وحافظ الكرآن بفضل الله سبحانه وتعالى بيقول ففي يوم من الأيام كان في احد الفتحات الإسلامية في بلاد الروم ففي احد الحصون نظر فوجد امرأة من بلاد الروم في غاية الحصن والجمال ففتنا بها بعد تهرسالة كيف الوصول إليك قالت تترك دينك وتتنصر وتأتي إلينا وتنال ما تريد وترك دينه كله وذهب إليها وعاش مع هذه الفتاة طبعا كان الأمر كان شديد جدا على المسلمين وحزنوا حزنا شديدا على ذلك وبعد كده بسنوات عادوا لنفس المكان ليقاتل الروم فوجدوا هذا الرجل في نفس الحصن فقالوا ما فعل كرآنك وما فعلت صلاتك وما فعل جهادك وما فعل ذكرك لله فقال أخبركم جميعا أني قد أنسيت كتاب الله ولا أذكر إلا قولة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين كل دوت بسبب نظرة استعملها الإنسان دوت في معصية الله فجرت عليه قبائح ومشاكل كثيرة تعالوا نشوف أخواني وحبيبي عشان نقضي ونصارع سهام إبليس ونقدر نقنع كل الشباب المسلمين وكل بنات المسلمين أنه لا يحل لنا النظر إلى المحرمات تعالوا نشوف الأدلة بسرعة كده علشان نقدر ننتصر في هذه الجولة الأدلة الأولى من الكرآن الكريم قال جل وعلا كل المؤمنين ومحدش يسمع كلام دوت إلا أهل الإيمان كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون والأمر بغض البصر مش للرجال بس يا جماعة للرجال وللنساء لأن ربنا قال بعدها وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الدليل الثاني قول المولى عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفر صدور إيه خائنة الأعين خائنة الأعين كان الرجل يقف مع الناس فإذا مرت امرأة نظر إليها خلصة فإذا نظر إليه القوم نظر إليهم يعني أول ما هي تعدي ويشوفهم مش بصله يرح بصها فإذا التفت إليه نظر إليهم فهي دي خائنة الأعين الله يراك الله عز وجل يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رخيب ولا تحسب أن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب تعالوا نشوف الدليل الثالث قول المولى عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة هتسأل عن كل هذا عن كل ما جاء في سمعك أو بصرك أو فؤادك كل ما عصيت به ربك ويا له من موقف عظيم وعصيب يوم طعف من إذن ربنا كما قال حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر ترقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق طمرة أخوي وحبيبي شوف قول المولى عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلدهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلدهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء الجوارح هتشهد علينا أخوي وحبيبي هنقف بالإيدين ربنا لو أنكرنا حاجة إلى عين هتشهد ويتقول أنا نظرت للحرام الودان هتشهد وتقول أنا سمعت الحرام الإيدين هتشهد الرجلين هتشهد كل حتة فيك هتشهد ربنا يحفظنا وحفظكم يا رب العالمين تعالوا نشوف الأدلة من السنة سبع أدلة كده في عجالة سريعة بس تصلى على حبيبك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصيحين إياكم والجلوس في الطرقات يا شباب يا شباب اللي وقفين ليل ونهار في الشوارع وعلى النواصي وعند مدارس البنات النبي بيقول إياكم والجلوس في الطرقات فقال الصحابة يا رسول الله مجالسنا ما لنا بها من بد لازم نقعد قال فإن أبيتم فأعطوا الطريقة حقا قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر درقا مواحد اسمها الحديث في البخاري ومسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدليل الثاني في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان فالعينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي إلى الحرام والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذب تعالوا نكمل الأدلة بسرعة ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعض الفاصل أخوه يا حبيبي تعالوا نكمل أدلة السنة عن تحريم النظر إلى النساء وتحريم نظر النساء أيضا لرجال قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فإن كان النبي نهى الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل فمن باب أولى أن ينهى الرجل أن ينظر إلى عورة المرأة طيب الدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم حينما سأله الجارير بن عبد الله البجالي قال سألت رسول الله عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك وده يوضحه بقى الدليل الخامس ان سيدنا علي بن عبي طالب راح للنبع السلام بيسأله عن النظر يعني فقال يا علي لا تتبع النظرة النظرة ما تبصش وراء بعض كده يعني ما تبصش بصة وراء بصة فإن الأولى لك وليست لك الآخرة طبعا نازل تفهم الأولى ديت لك وليست لك الآخرة ويقول لك الأولى دي مثلا واحدة تكون ماشية في شارع العباسية يجيب ايه افضل بصة لحد ايه لحد التحرير والتاني يقول له ايه يا اخي حرام عليك ليه يعني كل البصة دي يقول له استشغل بالك هي حلال طالما انا ما بربشتش اول ما بربشت بقى حرام بعدها على طول يا سلام على الفقه الجميل ده ويعني ما شاء الله ربنا يبارك يعني اخويا وحبيبي اصرف بصرك زي ما النبي قال قال عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك الدليل السادس قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباقة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج فمن لما استطع فعليه بالصوم فانه له جاء اخر دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنة كان من ضمن الست حاجات غضوا ابصاركم فكان غض البصر من اسباب دخول الجنة من يفسكش في الجنة جنة التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب وشر تعالوا شوف السلفنا الصالح وحلهم مع غض البصر كان عامل ازاي عبدالله ابن مسعود كان يقول ايه حفظ البصر اشد من حفظ اللسان وقال وكيع ابن الجراح خرجنا يوم عيد مع سفيان الثوري فقال لهم ليكن اول ما نبدأ به يومنا هذا غض البصر اول حاجة نبدأ بها حياتنا النهاردة غض البصر وقال شجاع ابن شاه من عمر ظاهره باتباع السنة خد بالك من كلمة حلو ده وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات لم تخطئ له فراسة احكي لك كصة حلو اوي بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم كان فيه امرأة عايشة في مكة وكانت في غاية الحسن والجمال ففي يوم الايام وزوجها ما كانش راجل متدين اوي يعني والدليل على كده القصة عامل ازاي يعني وكان راجل مشهور جدا بانه رجل عابد وكان بيغض بصره لدرجة انه هو ماشي من كتر غض بصره كان لا يفرق بين المرأة وبين جزع الشجرة في يوم الايام ماشي راح خبط في واحدة وقع على الارض وخبار حضرتك فالناس بتقول له يا عبيدي ألا تعتذر للمرأة لا يعني خبطته وقعته على الارض قال والله ما حسبتها الا جزع نخلة والله العظيم ما عرف ده امرأة من كتر غض بصره لدرجة انه كان ما عدى احيانا جنب بعض النساء كانوا يظنون انه كفيف انه اعمى من كتر ما بيبصش خالص على النساء فالمرأة ديت في يوم الايام كشفت عن وشها كده فبتقول له زوجها أطرى رجلا على وجه الارض لا يفتن بهذا الوجه الجميل قال لها ايوة واحد بس عبيدي بن عمير قالت له تئزن انه نفتنه قال لها ازنت لك طبعا يعني يا راكل يعني ما فيش لها نخوة ولا غير ربنا عافينا عافيكم فراحت لعبيدي بن عمير كأنها بتسأله سؤال في المسجد فلما سألته وبدأت تتكلم معها راحت كشفاله عن وشها فرأى وجها في غاية الحصن والجمال فقال استوري نفسك يا امرأة فقالت له لقد فتنت بك يعني حبت تمثل عليها قلت له أنا فتنت بيك وبحبك ويعني ايه هيمانة بيك فقال لها اسألك سؤال قلت له تفضل قال لها لو دخل عليك ملك الموت الآن كنت تتمنى ان انا كنت قضيت لك حكتك يعني وقعت معك في فحشة قلت له طبعا لا قال لها لو وقفت بين ايدين ربنا يوم الايامة كنت تتمنى ان انا اكون فعلت معك الفحشة قلت له لا قال لها لو وضعت في الميزان كنت تتمنى ذلك قلت له لا قال لها لو مرت على الصلاة كنت تتمنى ذلك قلت له لا قال لها فاستوري نفسك واحمد الله ان احسن اليك فاحسني فيما بينك وبين الله عادت المرأة تائبة عابدة وراحت لجزها قال لها ما صنعت مع عبيد قالت له انت بطال ونحن بطالون كلنا وحشين إلا الرجل دوت ثم جلست في بحرابها تصلي وتصوم وتذكر المولى عز جل وتقرأ الكرآن فقال الرجل ما لي ولا عبيد بن عمير كانت امرأتي عروسا فحولها الى راهبة يعني سبحان الله قد ايه غض البصر نعمة عظيمة وجليلة من عند المولى عز جل طب ايه اللي بيعوقوا الشباب عن غض البصر تعال نشوف كده المعوقات وتعال نشوف الحل ازاي الانسان يغض بصره في عجالة سريعة كده عشان الوقت اول حاجة عدم مراقبة الله انه ما يستحضرش ان ربنا مطالع عليه وانه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور وانه يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى فعدم احساسه بالمعنى الجميل دوت ان ربنا مطالع عليه بيخليه دايما يتجرق على ان ينظر الانسان الحاجة التانية نسيان الاخرة لو ان الانسان هيتذكر ان فيه يوم هيقف فيه بين ايديين ربنا سبحانه وتعالى عمره في حياته ما يجرؤ على انه هو يقعد يبص للي رايحة واللي جاية وعمر ما فيه مراقبة تجرؤ انه يقعد تبص على اللي رايحة واللي جاي اجماعة ده فيه نساء النهاردة بكل اسف بتتفرج على مصرعة المحترفين بتتفرج على رجالة شبه عراية وبتستمتع جدا انها تشوف في راجل ده وابيضرب ده والكلام ده كله قصا يعني مش عايز اقول ده حرام فعلا انه واحدة تنظر الى رجل لابس هدومه فما اظنكم واحدة بتتفرج على رجل عريان ربنا رب يحفظنا وحفظك رب العالمين وعايز اقول حاجة ان المصيبة الكبيرة ان اللي شافك هو اللي هيحسبك خد بالك ممكن الواحد في الدنيا يهرب من قضية ويدحك على القاضي ويقسم بالله كذبا امام القاضي لكن مشكلة المشاكل ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى ان ربنا هو اللي شافك وانت بتبص ويوم الايامة هو اللي هيحسبك على النظرة دية فلو قالك بصيت ما تقدرش تقوله ما بصتش لانه شافك خدت بالك فاخد بالك واستحضر انك هتقف من ايديه في يوم طويل قوي طوله خمسين الف سنة تالت حاجة من اسباب معوقات غد البصر اصدقاء السوق فالصاحب وساحب هو اللي بيزينلك تبقى ماشي معه هو مش ملتز بيقولك شوف البنت اللي جاية ديت وشوف اللي جاية ديت ومتع بصرك ويور وقلبك ويعملوا الكلام اللي بيقولوا ده فالصاحب وساحب اما الصاحب الطقي هو اللي لو لقاك بتبص لك الطقي الله ولو انت بتغض بصرك يعينك على غض البصر رقم اربعة تبرج النساء وعايز ابعت رسالة بسبب تبرج النساء رسالتين رسالة لكل اخت مسلمة اقول لها بالله عليك تتمنى او تحب ان انت تكون اداة لهدم الشباب المسلمين يستعملها اعداء الاسلام في ان انت تكون سبب فتنة شباب المسلمين ورسالة التانية عايز ابعتها لكل ولي امر هقول له كلمة صغيرة خالص هايز اقول له ان النبي دعالك او دع عليك قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اللهم من ولي من امر امتي شيئا خد بالك فرفق بهم فارفق به او فارفق به ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه فلو انت الزمت بناتك بالحجاب الشرعي يبقى انت رفقت بالشباب المسلمين فالنبي بيقول لربنا بيدعو بيقول يا رب ارفق بهذا الانسان ولو خلت بناتك يخرجوا متبرجات فانت كده شقيت على شباب المسلمين فالنبي بيقول فمن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم اخوي وحبيبي من ضمن الاسباب المعوقات اللي بتعنشي انسان على غض البصر الدش والتلفاز والانترنت الانفتاح الرهيب اللي احنا عايشينه ودخول الشباب ودي فتن المفروض ان انسان ما يستشرفش ليها لو دخلت عن النت تخش على مواقع اسلامية على مواقع علمية اتعلم حاجة تنفعك في دينك ودنيتك واخرتك لكن ما تخشش على مواقع اباحية وفي الاخر تقول انا تفتنت ومش قادر انسى ومش قادر اقل عن هذه الاشياء انك انت فتحه تلجه النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ان الانسان لما يشوف باب الفتن لو فتحه مرة مش هيقدر يقفل الباب ده بالمرة فقوعة تفتح لا تتمنوا لقاء العدو والانسان لما يجي تفرج على الاشياء زي كده بيمرض قلبه ما بيقدرش ينسى بسهولة فعشان كده اعصم قلبك من الفتن وربنا يحفظ نحفظكم الفتن رقم 6 الاختلاط بين الشباب والبنات في المدارس والجامعات ده من الاسباب اللي بتعقوك غض البصر ازاي هيغض بصر يا جماعة ازا كان الشاب بقعد في المحاضرة والبنت عن يمين وعن يسار وقدامه وورا فالاصل ان يبقى كل الحاجات ديت الشباب لوحدهم والبنات لوحدهم ضرق ان الفتنة هتقوله ده كلام ناس معقدين ده كلام ناس محترمين مش معقدين والدليل على ذلك ان انتشار النهاردة الزواج العرفي النهاردة بين عدد كبير جدا من شباب وبنات الجامعة اصفر عن الاف الاطفال من الحرام ده اكبر دليل على ان الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام صح لانه مش كلامنا ده كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد رقم سبعة من ضمن الاشياء اللي بتعوك عن غض البصر هجر الذكر والقرآن ان انت لما تهجر الذكر وتهجر الكرآن قلبك هيبقى فارغ من محبة ربنا ومن طاعة ربنا هتبقى مقبل على المعاصي بسهولة شديدة اخر حاجة الفراغ القلبي والعاطفي ان لم تشغل نفسك بهم الدين وهم الاسلام وقضية الدين والاسلام وقضية ان انت نفسك تنجو وتخش الجنة هتلاقي نفسك مشغول بحاجات تانية طب تعالى نشوف بسرعة كده في الدقائق المتعددة البسيطة ديت الوسائل المعينة على غض البصر رقم واحد استعم بالله لو هتفتكر ان انت عندك قدرة شخصية وقوة من جواك ان انت تقدر تغض بصرك عن اي وحدة ولو كانت اجمل امرأة مش هتقدر الا لو اعانك الله وانه ليسير على من يصله الله عز وجل عليه يوسف عليه السلام رسول كريم ورغم ذلك قال وإلا تصرف عني كيدهن اصبوا اليهن واكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السماع العليم رقم اتنين استحضار ملاقبة الله استحضر ان ربنا مطلع عليك شايفك شايفك بالليل وبالنهار شايفك وانت قاعد وانت قايم شايفك في السر وفي العالم شايفك في كل موضع الله عز وجل مطلع عليك الله يراك سبحانه تعالى رقم ثلاثة الزواج أو الصيام لان النبي قال يا معشر شباب من استطاع منكم البقى ته فليتزوج فانه اغضر البصر واحسن الفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له جاء يا زواج يا صيام عشان تغض بصرك ربنا يحفظه كبار فيك رقم أربعة معرفة فضاء الغض البصر شوف فضاء الغض البصر اديه فضاء العظيمة جدا اديه تفوز بردوان ربنا اجيدة ربنا هيكرمك وتكون ان شاء الله في صحبة نبينا اكيد لو غضت بصرك هتنعم يوم الايامة ان شاء الله بالنظر الى وجه الله اعظم متعة في جنة ربنا سبحانه وتعالى رقم خمسة تعرف على الشرور اللي ممكن تجنيها من وراء اطلاق البصر هتصير شهوتك هتقع في الفواحش هتغضب ربنا هتبعد عن نبينا صلى الله عليه وسلم هتضيع دينا هتضيع حياتك وممكن تتقع في اشياء لا يعني لا تحمد عقباها رقم سبعة مصاحبة الاخيار هيعينوك على غض البصر رقم تمانية ملازمة المصحف خلي المصحف في ايدك في كل مكان واقف على الاوتوبيس مستني او الميكروباس مستني الاوتوبيس يجي افتح المصحف يقرأ طلعت الميكروباس ادفع الفلوس وبعد كده افتح المصحف يقرأ في عيادة طبيب في عيادة في اي مكان اقعد خلي المصحف صديقك وصحبك ويعني يلزمك في كل مكان ملازمة ذكر الله طول ما انت بتذكر ربنا يقينا لو عدت قدامك اجمل امرأة في العالم صدقني مش هتشوفها لان انت مشغول بالله حبيبك سبحانه وتعالى رقم عشرة عدم الوقوف في الاماكن اللي بيمر فيها نساء كتير مجيش عندي مدرسة بنات وقف وقولها غض البصر مجيش عندي باب جامعة بنات وقولها غض البصر ابعد عن الفتن ديت رقم حداشر الانشغال بهم الدعوة رقم اتناشر اربط عينيك بحتة قماشة الفترة طويلة لحد ما تحس ان انت ما بتشوفش وبعدين افتح بقى القماشة ديت وشوف نعمة البصر قديها جميلة قول نعمة كبيرة وعظيمة مش هستخدمها إلا في طاعة ربنا رقم تلاتاشر التوبة توب وأحسن وأقلص النية لله رقم اربعتاشر استحضار ما قعده الله لك في الجنة من النعيم والحور العين واللزة التي ما بعدها لزة وأعظم لزة لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة خيوة حبيبي ان شاء الله بكده نكون انتصرنا على الشيطان هنتواعد هنغض بصرنا رجالة شباب ونساء الكل هنغض بصره عشان بكده نكون جبنا لمس اكتافه وضربنا الشيطان الضربة القضية وان شاء الله ربنا يحفظنا وحفظكم واللي يغض بصره أسأل الله أن يرزقه لذة النظر إلى وجه الله وأن يرزقه صحبة رسول الله قولوا أمين اللهم أمين رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته